إطار تفعيل العلاقات مع الخارج عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية اجتماعاً مع هيئة الطيران المدني الإيطالي للبحث في مشروع التوأم بين لبنان والاتحاد الأوروبي وذلك لدعم الطيران المدني في مجالي السلامة والأمن الجانب الإيطالي مشكوراً حكومةً وشعباً على أنه رصد مبلغ من المال لدعم الطيران المدني ونحن اليوم عم نشتغل نحن بيهن على قدم الوساق على تلك المواضيع المعنية بالسلامة العامة وتحديث القوانين الأمر الآخر موضوع مذكرة التفاهم نحن خلال أسبوعين إن شاء الله عم نشتغل على مذكرة التفاهم ما بين الطيران المدني اللبناني والطيران المدني الطلياني وهيدي المذكرة حتكون رسم إطار جديد من العلاقات لسنوات لقدام وفي حديث خاص لصوت لبنان سألنا وزير الأشغال عن مذكرة التفاهم التي ستقدم فرنسا بمجبهة خمسين باصاً الباصة توصلوا على مرسايا بيحملوهم من الباخرة بتصور على مأزون من يومين ثلاثة وبتصور بدل وقت أقل من شهر مذكرات التفاهم بين الخارج والداخل أمر مفيد ولكن ماذا لو كانت تلك المذكرات بين الداخل والداخل؟ راني عبيد صوت لبنان